بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي وما زال جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بينوّر أيامنا وليلينا في رمضان وخاصة أننا مشيين معاه وبنصير على خطوته وبنصير كمان وإحنا مسكين بإيديه وهو بيعلمنا بسرته إزاي نشوف حياتنا من نور ربنا سبحانه وتعالى ومن باب حضرة النبي الباب الواسع للرحمة والخير والجمال إن عرض عندنا موقف مهم جداً جداً بنحتاجه دلوقتي كتير جداً جداً في حياتنا محتاجين نقرأ عشان نقدر نوصل للسر في سيرة حضرة النبي عشان يعمل لنا يسر في حياتنا فيفتح علينا أبواب السرور هي دي سيرة حضرة النبي لما نقراها بعين المحب لما نقراها بعين المتحضر لما نقراها بعين المقبل على الله سبحانه وتعالى جي في كتب السير إن قريش جاءت إلى الحسين اللي هو والد الصحابة الجليل المعروف عمران بن الحسين وكانت تعظمه يعني بتبجله جداً واضح إنه صاحب مكانة وصاحب هيبة وصاحب كلمة مسموعة فقالوا له كلم لنا هذا الرجل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يقصد حضرة النبي كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم فجاءوا معه حتى جلسوا قريباً من باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوسعوا للشيخ ووسعوا للشيخ وعمران وأصحابه متوافرون يعني هما جاء عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا عمران بن الحسين موجود ومعا صحابة نين فحضرة النبي قال لهم وسعوا للشيخ لأنه رجل كان كبير وهيبة فقال حسين ما هذا الذي بلغني عنك إيه اللي بلغني عنك ده إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم فقال له حضرة النبي يا حسين كم تعبد من آله من إله أنت بتعبد كم إله قال سبعاً في الأرض وواحداً في السماء قال حضرة النبي بيقول له فإذا أصابك الضر من تدعو قال الذي في السماء هو في ده محتاج كلام أكيد الذي في السماء قال فإذا هلك المال من تدعو يعني المال إذا هلك وخلاص حسيت أن أنت بتضيع من تدعو قال الذي في السماء قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه هو بيستجيب لك وهو وتشركهم معه والسبعة يعني أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك لا لا فهو قال له قال لا واحدة من هاتين لده ولده قال له النبي صلى الله عليه وسلم بابه وأمي شوف هذا الكلام الذي ينقش بالدهب بالدهب على القلوب يا حسين أسلم تسلم قال إذا لي قوماً وعشيرةً فماذا أقول أقول لهم إيه أقول لهم الرجل الكبير بتاعكم صبق على كلامهم يعني قال أقول شوف حضرت النبي بيقوله إيه أقول لهم إيه فشوف حضرت النبي بيقوله يقوله إيه قل اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وزدني علماً ينفعني فقالها حسين واضح أنه ألبه ابتدى ينور فلم يقم حتى أسلم فقام إليه عمران إله ابنه فقبل رأسه ويديه ورجليه فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكر يا أجمل هذه العيون وما أحلى هذه العيون عيون حضرت النبي فبكى فقال بكيت من صنيع عمران دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة يعني إلا حاصل هذا المشهد يعني جعل ألبي يحس بالرقة فلما أراد الحسين أن يخرق قال لأصحابي قوموا فشيعوه إلى منزله فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقاله صبق وما خلاش شافه ووشه منور صبق وتفرقوا عن نسبه المشهد ده مشهد رائع مشهد في غاية الجمال بيعلمنا حاجة مهمة قوي محتاجينها في البيوت محتاجينها في المعلم مع تلميزه محتاجينها في الشغل محتاجينها في كل حاجة الحاجة بتتكلم عن إيه؟ عن صنف معين من التواصل مهم جدا أن احنا نعرفه حضرة النبي ذكره في أحاديث أخرى وذكر عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم التخول بالنصيح الوقت المناسب عشان تفتح باب القلوب ده ما بيعرفهاش أي حد وكلنا مطالبين بدا الأم تيجي مع ابنها طول الوقت تنصحه 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 لغاية ما الولد يتمرد ويمكن يفرق البيت ويسيب البيت أقول كلمة محدش يزعن منها وخاصة الأمهات الشخص اللي مسؤول على أن البيت على أن الأبن بيروح بره البيت المراهق في الغالب بتكون الأم ليه؟ لأن الأم قاعدة تلح 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 على الفكرة اللي هي عايزها صلي زاكر نظف رتب لغاية ما لغاية الشاب الشاب اللي هو المراهق الولد المراهق لغاية ما يسيب البيت ونفس الكلام بيعمله الزوج مع زوجته إيه اللي حاصل؟ الزوجة شايفة والزوج شايف إن هما بدل أحباب وأزواج يبقى كل واحد فيهم بيملك وقت التاني كله يحمد ربنا لننا سايب وروح يشتغل تحمد ربنا لننا سايبها تشوف أمور الأولاد فهما متصورين أن هما من حقهم في أي وقت يكلموا شريك حياتهم في أي موضوع ففساد عريض ويجي تقول لأم أنا أكلمه إمتى؟ لا لازم نتخوله بالنصيح ويشوف حضرت النبي تدرج معاه إزاي؟ تدرج معاه بالأسئلة ودي ألطف الأشياء التي تبطل التمرد يعني لو عايز تبطل التمرد مش هتلاقي حاجة تمرد عند أي حد عايز تبطل تمرده هو جاي مقبل عليك مشتد عليك شوف إيه اللي حصل رح سأل سؤال متمرد قال إيه؟ ما الذي بلغني عنك بأنك تذكر آلهتنا؟ تمرد واضح التمرد حضرت النبي رح موط التمرد ده قال إياه حسين كم تعبد؟ سؤال 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 بسيط ما فيوش أي استنكار سؤال حقيقي لا في إيه حق ولا في استنكار سؤال حقيقي فهديت إيه؟ العقلية المتمردة والنار المشتعلة هديت قال واحدا في الأرض وسبعة في السماء احنا عايزين نتعلم كده لما لاقي حد من أحبابنا عنده حماس وعنده عصبية نسأل أسئلة حقيقية هو حضرتك إيه اللي مزعلك؟ قول لي إيه اللي مزعلك؟ فيقول مش إن أنا هو أنت إيه اللي مزعلك؟ لا نسأل سؤال حقيقي هو أنت إيه؟ غير إيه اللي مزعلك؟ شوف الفرق ده جاي من عالم الاستفام وده جاي من عالم الإنكار إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي مزعلك؟ إيه اللي عمل لدرجة دي كلها؟ حضرت النبي بعلمنا هنا إزاي نعمل مفتاح للقلوب مفتاح للقلوب هو السؤال الحقيقي اللي الشخص التاني بيطلع اللي جوه قلبه من غير ما يكون حاسس بغضاضة فتعالوا نتعلم المهارة دي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نتعلم الحكاية دي لازم نعرف أن القلوب كمان لها عقل حضرت النبي علمنا هذه الفلسفة في حاجة يسمع عقل القلب الناس متصورا أن القلب ده مشاعره بس لا القلوب لها كمان عقل زي ما حضرت النبي سأله الأسئلة اللي تفتح القلوب عن طريق الجواب ثلاث حاجات احنا محتاجين نعملهم لو احنا عايزين نمشي ورسول نتحضرت النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت المصيبة خليك محافظة على هدوءك نفرد الولد عمل مصيبة نفرد الزوج فيه خيانة نفرد أي حاجة لازم تحتفظ بهدوءك لو كنت عايز تحل المشكلة فأول حاجة تعمل إيه تسأل سؤال حقيقي مفوش لا استنكار استنكار زي هو ينفع الكلام ده ده استنكار طبعا أنت معترف اللي أنت بتقول ده مي السؤال برضو السؤال الإحاقية أو السؤال الإستنكارية ممنوعة لكن نسأل هو إيه اللي حصل سؤال واضح هيحكي الحاجة التانية أن احنا ندي الفرصة للشخص اللي قدامي ونتجلنب في الحوار معاه أي شكل من أشكال السخرية مفيش سخرية أنا شفت ناس كتيرة جدا جدا اللي قلوبهم بتتوجع مع أصدقائهم بلاش السخرية ومن السخرية على فكرة الصفة الجديدة اللي بنسميها القلش ده بيتعلم في القلوب وبتوجع القلوب بلاش السخرية عايزين نهزر اللي عايز يضحك يضحك على نفسه ما يتحكش مع شخص عايز يقنعه ما يتحكش على حد بيحبه ما يعملش كده تالت حاجة والحاجة المهمة أن احنا نختار الوقت والمكان المناسب أن احنا ممكن نتكلم فيه الخسارة بتبقى كبيرة لو اخترت المكان غير المناسب ولقت غير المناسب وبيبقى أنا ما عملتش حاجة إلا إذا كنت أنا عايز أركب اللي قدامي الغلط وأقيم عليه الحجة وده ما بيوصلناش لحال خلينا نوصل ونحل المسائل دي وبالتلات خطوات دي أن اتعلمناه من سيرة حضرة النبي ومن جمال حضرة النبي في مشكلات كتيرة هتنتهي وفي حيات كتيرة هنلاقي القلوب فيها قريبة من بعض يا رب الهمنا أن احنا نكون من أهل الحكمة وأن احنا نسير خلف حضرة النبي اللي علمنا أن في أشد الظروف وهو بيتعامل مع المشاركين أن ربنا جعل أسئلته وجعل صلى الله على سبيل من الوقت اللي اختاره عشان يكلم الصحابي وكذلك المدخل اللي جعله فيه بأنه ما استهزأش منه كان هو المفتاح لقلبه يا رب الهمنا رشدنا دايما عشان نفضل مع حضرة النبي ويفرح بأننا سرنا في سيرته عندما يسر علينا أمرنا وكان سببا لسرورنا وسعادتنا عندما ألقينا من على كاهلنا مشكلات كثيرة بالكلمة الحلوة يا رب صلى على حضرة النبي ونفضل دايما تلمزة في مدرسة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مدرسة الرحمة والخير والجمال بعد الفاصل نلتقي عشان نجيب على أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليه على أسئلتكم وكمان تفاعلاتكم مع برنامجنا وتعليقاتكم اللي بتفيد وبتنورنا وبتبارك كل جهودنا في البرنامج ده معانا أول سؤال أستاذ عمر من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول سؤال أستاذ عمر من الجيزة إذاكي شيخ الله يعزك ويبارك لي فيك يا سيد عمر بس لو حضرتك تتكرم علي وتوطي التلفزيون وتسمعني بالتلفون حاضر يا شيخ حاضر تفضل يا حبيبي بقولك أنا عايز أنا مش بصلي مش بنتسم في الصلاة أنا عايز أنتسم في الصلاة وربنا يحبني وارجع لربنا وكده طيب أنا أجاوب على حضرتك في سؤال تاني يا سيد عمر أوه في سؤال تاني قول لي يا سيدي أوه قراءة القرآن عادي لوانا أنا قدت يا ودومي طيب أنت أجزك قراءة القرآن ولا لمس المصحف قراءة بالمصحف طيب أنا أجاوبك يا حاضر يا سيد عمر بص يا سيد عمر أنت عشان تنتظم في الصلاة لازم يبقى عندك تلات حاجات في الصلاة أول حاجة لازم تعرف أن الصلاة دي موعد مع حبيبك مولاك سبحانه تعالى وإزايك ربنا خلى فيه الأزان والأزان ده كأن حبيبك بينادي عليك اللي هو مولانا سبحانه تعالى طيب هو بينادي عليك ليه؟ عشان الصلاة دي تخليك حاسس إن انت لك سند تخليك تحاسس إن انت لك ظاهر تحس إن انت لك حبيب يتروح تكلمه وهو بيعرف كل حاجة عنك فتدخل للصلاة عشان ترتاح مش بس عشان ترتاح لما تكون عندك مشكلات لكن ترتاح إن انت حاسس بالسعادة وإن حد مش بس بيشاركك السعادة دي ده بيصنع لك السعادة يبقى إيه إنت لابد إن انت لما تيجي تدخل على الصلاة تبقى مشتاق مشتاق يعني إيه عايز الصلاة دي لأن الصلاة دي جميلة قوي وحبيبة قوي لقلبي وكمان أن لما عدخلها هيحصل لي حاجات في قلبي عتغير شخصيتي وتخليني أثبت وأكتر قوة وأكتر كمان فهما للحياة الصلاة بتعمل كده لو الكبار ما فيش فاهمين كده برضو الكبار يفهموا كده الحاجة التانية اللي أنت لازم تعملها وأنت داخل الصلاة حط النفسك معنى كل ما تيجي تدخل الصلاة تعيش بيه يعني المعنى الأولاني أنا داخل الصلاة عشان أنا أحس بأننا إنسان معتدل متزن عندي موقيت في موقيت ربنا مهم ولازم يبقى عندي لقاء مع ربنا في الوقت الفلاني ده يبقى ده جزء من أركان حياتي يبقى أنا كده إنسان وشخصيتي ثابتة وشخصيتي مشتفة آه ده معنى معنى تاني أنا لأ أننا داخل الصلاة عشان أننا عايز أكلم ربنا أصلاً محتاج أننا أكلم حد محتاج أننا أشكيله بس مش أشكيله لأننا متضايق لكن أشكيله عشان أحس أن فيه حد بيسمعن برضو ده معنى أدخل فيه الصلاة يبقى أول حاجة يبقى أنت لازم تبقى مشتاق للصلاة تاني حاجة خلي كل صلاة ليه معنى الحاجة الثالثة صلي بهدوء بلاش العجلة في الصلاة لأن أنت لو تعجلت في الصلاة هتبقى بتحمل أي حاجة طب إزاي ما تعجلش أنت لو تقول الله هو أكبر وتدخل في الصلاة اقرأ كل آية في الفتحة وخد نفس بعدها يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده هتتعود أن الصلاة تبقى سكينة لما تصلي كده على طول يبقى ده وتاب وتاني حاجة حاول تصلي الصلاة على أول وقتها الصلاة لما تصليها في أول الوقت ما تحسش أن هي عبقى لما تسيبها تتراكم يحصل لك العبق بعد كده أما تلوت القرآن بها فتلوت القرآن ينفع أن أنت تقرأ القرآن وأنت مش متوضي لكن مثل مصحف محتاج أن أنت تتوضى مثل مصحف أو حمله محتاج أن أنت تتوضى المصحف الموجود في الأبليكيشن اللي هو في الموبايلات ده مالوش حكم الإيه مالوش حكم المصحف اللي هو الورقي ده يعني أنت لو شايل الموبايل عشان تقرأ القرآن من الموبايل لا مش محتاج أن أنت تتوضى يارب بكون وضحت لك الأسئلة معنا الأستاذ الشايماء من إسكندرية وعليكم السلام ورحمة الله بركاته مصطفى قلت الشيكو التعايزة أسألة حضرتها الوصفة افضل انا كنت يعني كان نجو بثنياته أنه هو يعمل عقيقة لبنتي طيب لبنتك فهو كان في يمين كان هو حال في يمين طلاق اه فينفع رد يمين مع العقيقة الاثنين بنية واحدة الله هو أكبر ينفع هو بالضبط كده زي بيقوله ايه بيقوله انت عملت ايه قاله التربيزة وقت فانا قمت صليت ايه علاقة التربيزة اللي وقت يعني ايه علاقة العقيقة دلوقتي بالطلاق هو دلوقتي يعني هو كان كنا سألنا كان على كتعام ستين مسكين او في يوم شهرين مكتليين فهو قالها يتعام ستين مسكين فهل ينفع ان هو مثلا يضم الاثنين مع بعض يا بنت الحلال ما هو ده اللي انا بقوله يا ممكن بعد اذن حضراتكم لما تيجوا تسألوا اسألوا العلماء المتخصصين في الافتاء او الراجل اللي قاله كده هو الراجل ده وتقال له ايه هو الراجل قاله تحرمي علي زي ام واختي مثلا احقيل له ده اسمه ظهار الله ربنا يسمحك اللي بتتكلم في الدين من غير العلم لا يا ست خلي جزوك حضرتك يتصل بيا او يتصل بيا سبع عشان نسألوا ايه اللفظ اللي قالوا واللفظ اللي قالوا ده احنا نحاول بقدر الامكان نقول له ايه اللي ممكن من خلاله يتعامل حتى مع مع مسألة الطلاق الطلاق ده وات مش لعبة عشان يستطيع انه يلعب بيها كده ده مثاقة غليزة هو بيهدد المثاق الغليز اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في الزواج ده فخليه اتصل حتى مناسبة كمان عشان ايه نوجهه شويتين ثلاث ادي حاجة حاجة تانية مسألة العقيقة انت عايزة تخلي ان الستين مسكين اللي يعملوا في اللي المفروض قال عليه يكونوا في العقيقة لا اعملوا العقيقة وان شاء الله مش هيبقى فيه ستين مسكين ولا حاجة خليه اتصل وان شاء الله ربنا يجعل كل الخير الستاذة كريمة من القاهرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سلام حالك طيب وحالك طيب ويا ربي بارك لحضراتك في عمرك لنا ولحضراتك كلهم نضغط يا رب ان شاء الله ربنا يخلي حضرتك انا سألي انا والدته والدي متوفين فلما بجاء ارى قرآن يقول لي لا بس لذكر الاسماء من يبقى اللي بيقول يعني هم بقولي لا الدعاء بس الراية بالقرآن مكانت هو اللي هو اللي صحة لغير الراية ان تنضغي بس طيب انا عايز اتسأل سؤال الناس دول لو قاعدوا على جنبي يتشمسوا ولا يأخذوا اي حاجة يحصلهم حاجة لا اوضا من غير ذكر الاسماء ان هم مش يأخذوا جد ما انا عارف هم هيحصل لهم حاجة والله ما يحصل لهم حاجة اه باتفاق يعني كأنه الاتفاق مش هو الاجمال لكن باتفاق انBox لو قلنا اللهم هب مثل ثواب تلاواتي للقرآن تصل للميت مين اللي قل با أنني ما تصلش يبقى أنت بعد ما تقرأي تلاواتيك القرآن احفظي ورايا بعد ما تقول تلاواتيك القرآن تقولي اللهم هب مثل ثواب قراءتي للقرآن لأبي وأمي ان شاء الله يوصل لهم السواب كامل خلاص تقولي اللهم هب مثل ثوابي قراءة القرآن لأبي وأمي ليه طيب لأن دوت اسمه دعاء بظاهر غيب ودعاء بظاهر غيب ومستجاب فخلاص هيوصل لهم الثواب خلاص وأعملي ده كله في كل الأعمال الصالحة كل الأعمال الصالحة أعملي فيها الكلام ده نعم الله فضالي أنا بعد أن أبي فتني 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 مثلا الدهر مع دهر من العلية فبيجي أصلي لا ما تعمليش كده ما تعمليش كده يعني بصد الدهر ودهر من العلية بص يا ست فيه فرق كبير ما بين إن الدهر ده ده كان دهر مبارح وإن أنت عليك ظهرات كديرة لا مبارح حظن معي لا مبارح لو مبارح اسماعين يا أستاذة كريم لا لو فتك الدهر وانت بتصلي وانت رحق وقدن عليك العصر صل الدهر الأول لو فتك الدهر وانت خلاص صليت العصر بس انت افتكرت إن ده فتك الدهر وانت في صلاة المغرب ما تأجليش الدهر للبكرة صل الدهر فهمتي بدل انت عاليكي صلاة واحدة ما تسيبهاش لبكرة لا تصليها على طول في اي وقت حتى لو في وقت الكراه حتى لو في وقت بعد وقت الصلاة اللي انت صلتيها حتى لو كان ده بعد صلاة الفجر صليها صليها على طول وما تسيبهاش لغاية تاني يوم ربنا يبريك لحد رفقك الله يبريك فعدك معنا مين اتفضلي أنا لما بعد ما بصدت لي أقولي إيه إيه إنت ببعض يعني نقلت ببعض يتعال لهما ربنا هذير داوري بتأمنى قال لي لما بتنفي أو ممكن أقوم من نمصة من صلعة الظهر راحي يعني واسمحهاش أنا وانا بجي أقلت بقلت ببعض قبل ما بدأ أسلعي لأ مدام سمعت القرى يعني نصال أو ما قلتش وراء أو نسيت أو عادتش هيكل يبقى دائما شينفع لك نقلت ببعض أنا عايزة أسأل سؤاله هو بلاش كنت ما ينفعش وأنت لا تسمعت الأذان أنت سمعت الأذان وفاتك الأذان وفاتك علي أنت تقولي الكلام دا بعد الأذان فأنت أمتي أنت لو أنك أنت قلت الدعاء دا ما فهاش أي حاجة ما بلاش حكايتي يا جماعة الخير ما حدش يقول للأدعية إذا فاتك خلاص هو أصده أني فاتك وقت الفضيلة لكن أنت لو دعيت بالدعاء دا ادعيها ستة عشان قلبك يبقى متعلق بالله بس هو بيقولك أن الوقت اللي بيحصل عليه تمام الثواب هو الوقت اللي بيبقى مع الأذان صح واللي بيحصل به الثواب آه بيحصل بعد الأذان لكن انت لو دعيته عشان انت بتحبي ما تحسيش اني فاتك شيء من الخير قوليه وربنا كريم مواسع وسبحانه وتعالى ها يضيق عليك عطاءه ليه ربنا كريم سبحانه وتعالى قولي يا ست الأذكار وقت ما انت عايز بس هو وقت الفضيلة ووقت السنة بيكون بعد الأذان لكن لو قلتيه في أي وقت ان شاء الله ربنا يشرح به صدرك ويبرك لك نلتقي بعد الفاصل عشان نكمل أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذة مجدة وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والسلام حضرتك طيب وحضرتك طيبة بس حضرتك انا معاي مبلغ يعني مبلغ كبير بس يعني ما شلتش مع بعديه كله كل فترة أشيل حبة أشيل حبة عشان يعني اعمل مشروع فيني يعني طيب ففي الآخر خالص يعني بقى اكمل دلوقتي اكمل اللي هو انه ممكن اطلع عليه الزكاة طيب فانا هطلع عليه من امتى بقى من امتى كمل يا دوبك يعني من شهرين كده خلاص لسه معلكيش زكاة لما يبقى يكمل سنة من ساعة ما كمل النصاب من ساعة ما كمل النصاب لما يكمل سنة يبقى عليك الزكاة كله على بعدي آه يبقى عليك الزكاة معاي سؤال تاني لحضرتك بس النصحتي دي كما تسبيش فلوس يعني بتسبيش فلوس كده استثمري عشان ما ياكلهاش الصدقة وحطيها لو ما بتعرفيش تستثمره وحطيها في مكان امين عشان بس ما تضيعيش فلوسك قولي بإذن الله فيه آية من القرآن بتقول لي يعني لو انا هقول غلط ولا حاجة حضرتك صلح لي تفضلي ان السمع والبصر والفؤاد ان السمع والبصر والفؤاد كله أولئك كان عنه مسؤولة حضرتك يعني انا عايزة اعرف اقول لك انت عايزة تعرفي ازاي ربنا ربنا هيحسبني على كل واحد من دول يعني هو هيحسبني عليها ولا حضرتك ربنا مسؤول عن عن القلب اعجاب حضرتك حاط اعجاب حضرتك حاجة حاجة ما كتب هي بتسأل بتقول ايه معنى قوله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كله أولئك كان عنه مسؤولة يعني كل الحاجات دي الكلام اللي انت بتتكلمه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك والحاجات اللي انت بتسمع ما تروحش تسمع الغيبة والنميمة ربنا وكمان ما تتملاش قلبك بالحقد والغل والأمراض والكبر وتسيب ده زي ما فيه معاصي بتيجي من جهة من جهة اللسان ومن جهة الودان كمان فيه معاصي بتيجي من جهة القلب زي الحقد والحسد والحاجات دي كلها لازم نتوقف عنها لان الحاجات دي بتاكل القلب والحاجات دي بتخلي القلب عليه غشاوة فلا نور الله ولا مدد الله سبحانه وتعالى فلذلك هو ده المقصود ان انت خلي بالك هتسأل عن ده هتسأل عن ده معناها ايه يعني خلي بالك خليك مركز خليك تجنب مواطن ايه مواطن الحرام ومواطن الشبهات في هذين في هذه في هذه الوسائل التلاتة اللي انت بتتواصل بها مع الكون كله فعشان كده خلي بالك في التلاتة دول معنا الاستاذ عبد المنعم استاذ عبد المنعم اتمنى على حدلك ان حدكت وقت التلفزيون وتسمعني من التلفزيون لو تكرمت الاستاذ عبد المنعم ايوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قلت الشيخ دلوقتي بسأل حضرتك ما هي مبطلات السوم ما هي مبطلات السوم طيب وهل وهل النظر بشهوة والكلام بشهوة فيه نهار رمضان مع نزول السائل غير المني مش عارف يعني بيسموه ايه المزي تقريبا مزي هل ده هل ده حضرتك يبطل السوم طيب خلينا بس نقول ان هده عندنا اول حاجة بس اول حاجة مبطلات السوم هو ان الواحد يدخل جوفه سواء بعمد او بغير عمد انه يدخل بجوفه يدخل ده دخول عدم الامساك ده بيبطل بانه يدخل بشيء يدخل بجوفه بالعمد يعني هو وضع اكل في جوفه متعمدا متعمدا يعني ايه هو عارف انه صايم واكل الاكل ده او حط الحاجة دي في جوفه وهو صايم سواء بقى سواء كان شرب سواء كان اكل سواء كان مادة اي حاجة تدخل جوفك من المنافذ المفتوحة زي ماذا زي الفم الفم منفذ مفتوح زي الانف كمان منفذ مفتوح زي كل دي منافذ مفتوحة بتدخل فيها ايه بيدخل فيها للجوف ده يبطل حاجة التانية هو الامساك عن شاوتاي ليه البطن والفرج حاجة التانية ان اللي حضرتك ذكرته ده هناك من تشدد في ذلك وجعله ليس تشدد بمعنى ولكن هناك خلاف فقي يجعل اللي انت بتكلم عنه ده اللي انت مش عارف انت ميزت زي ما بين انه هو مز وليس مني انه لو نظر بشهوة فانزل وهو كان هذا نظره متعمدا فده يبطل الصوم طيب ايه المفتوح به ان الانسان اذا نظر بشهوة اذا نظر بشهوة ويقصد بهذا بيقصد بهذا ان الوصول النظر ده انه ويوصل لهذه اللذة فنزل منه المني يكون بذلك مفطرا ليه طيب بيكون بذلك لانه ما حفظت على شهوة الايه شهوة هناك بقى من يجعل ان المبطل هو الجماع المبطل هو الجماع وهذا ليس هو الاختيار ولكن الاختيار اللي انا ذكرته لحضرتك كده معنا استاذة رانيا ازايك يا شيخ الحمد لله قولك يا شيخ بص انا انا متجاوزة ومعايا زينات بنات جوزة يعني موظف وكده وانا بخش في جمعية يعني من من فلوسه عارفه كده يعني فدلوقت عايزة مسلا الجمعية حطها في البسطة يعني اشياء لبناتي يعني مسلا تجهزهم بعدين لتعليمهم وكده يعني انا عايزة اسأل على الفوات بتاعتها هل دي حرام والحلال دي حلال 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 لسبب واحد بس لسبب واحد بس وانت راح تسليف البسطة لا انا شايلها يعني كده لا سودي انت راح تحط الفلوس في البسطة انت راح تسليف البسطة ازاي يعني لا طبعا كويس جدا يبقى انت راح تعمل ايه راح الفلوس بتاعتك دي تستثمريها بدل ما زاكات تاكلها صح كده ايوة طيب طيب يبقى انت راح تستثمريها والفلوس دي بتاخدها بتاخدها هيئة البريد وتعمل فيها ايه وتستثمرها يبقى انت اديت الفلوس حد يشغالها لك فشغالها لك وبعدين ادالك ريع فين بقى الربع يجي منين بقى فين فكرة الربع اصلا اونا والله انا قلت انا قلت خاف يعني يا شيخ يكون حرام ولا حاجة ما انا قلتلك اهو عاد ما انا قلتلك اهو خلاص ماشي شخص ما عايز ممكن سؤال تاني تفضلي بس يا شيخ انا انا يعني معايا امنا عايش او ابوية وكده طيب يعني حاليتها مقويسة بما تدير مرتاحة طيب بس ممكن يعني يعني في حاجات اولويات بيعزوها يعني ممكن مثلا انا اتصدق عليهم وكده اه اصدق من الزكاة ولا من تصدق عليهم تصدق عليهم الصدقة يعني الصدقة عادية مثلا ده ربنا هيكرمك ويوسع عليك وتاخذ ثوابين تصدق عليهم زي ما انت عايزة وربنا هيفتح عليك ويباركلك في مالك فلابد ان انت تعرفي ان ده ليه ثوابين ثواب الايه الصدقة وثواب القرابة وان شاء الله ربنا يباركلك ويحفظك ويجي على ده كله في ميزان حسناتك ويوسع خيرك ويوسع رزقك ان شاء الله يا سادة احنا كنا النهاردة ما حضرت النبي وعلمنا مهارات وعلمنا انوار عجيبة في مسألة التواصل ومسألة المحبة ومسألة ازاي الواحد يحافظ علاقاته ازاي الواحد يدخل لقلوب الناس لان دخول لقلوب الناس ده بيكون بالنور والله سبحانه وتعالى اذا وفق واحد وكان منور يدخل لقلوب الناس على طول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مفتاح من مفاتيح القلوب فيا رب ان احنا نسير على خطة حضرت النبي ومش بس نسير على خطة حضرت النبي ونكون في ايديه ونبص بنفس نظرات عينيه عشان نشوف حياتنا وهي منورة وعشان نعمل كده لازم ندعي ربنا وفي دعاء مجرب عشان الله سبحانه وتعالى يوسع عليك ويجبر بخطرك وينور بصرتك تعالوا نقول الدعاء ده يا من ده نسأل الله سبحانه وتعالى يا من تداوم نظرك لي بالكرم والحنان وهذا النظر اطمعني في ان تجبر خاطري وتكتب اسمي في هذه الليلة في ديوان العتقاء من النيران واول نار تعتقني منها التي اشعلتها نفسي بالوجع والمخاوف والكآبة والقلق فاطفئها ببرد انسك وحنانك ومددك وتمم علي نعمتك بان تسقيني من كأس الفائزين بخالص محبتك التي بها تذوب القلوب عندما تذوق شهد ودادك المصفة فتستنير بصيرتي بوجهك الكريم يا ايها الساقي فنسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يجعلنا من اهل المحبة ومن اهل المعرفة ونكون مع حضرة النبي ونقول لحضرة النبي وحقك يا حبيبي ان قلبي يطير اذا ذكرتك في خيالي فكيف اذا رأيت بام رأسي جمال الحسن في احدى الليالي يا رب اجعلنا في النور والبركة ونور قلوبنا واجعلنا في الصالحين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين